بما أن حدثتك كلمت عن مولود جويش وزير خارجية التركية وكان لي تصريحات منها مثلاً أننا نبدأ صفحة جديدة مع مصر ومنها أنه قال إحنا سنعمل على نقل العلاقات مع مصر لمستويات أعلى فهل ده حدثتك بترجع هذه التصريحات وهذه العودة لمصر يعني أن الانتخابات جاية وأردوغان موقفه صعب قوي بالذات في تدعيات الكرسى بتاعت الزلزال حوالي خمسين ألف قتيل ومئات الألوف من الجرحة شيء مؤلم يعني هل ده يعني ورقة انتخابية أن تركيا أين كان النظام ستستمر في التوجه ناحية مصر سياسياً استثمارياً اقتصادياً سياحياً؟ تركيا عندما نظرت في تعاملها مع الدولة المصرية في الماضي أدركت أنها أخطأت خطأاً كبيراً جداً في حق تركيا في المقام الأول وليس حق مصر لأن مصر تدرك جيداً وتستطيع أن ترد في الأوقات الحرجة وتستطيع أن تدافع عن مواقفها من مواقف قوة وأعتقد أن الترحيب الذي لقاء الوزير سامح شكري والإدارة المصرية عندما زار تركيا والتصريحات الإيجابية التي اختلفت كلياً وجزئياً عن التصريحات السابقة وعن مواقف تركيا السابقة تؤكد على أن استراتيجية المسؤولين في تركيا تغيرت بشكل كبير جداً تجاه مصر وأن هناك طبعاً مفاوضات عن مناطق النفوسة كانت الإشكالية في البحر الأبيض المتوسط مشكلة ليبيا مشكلة سوريا عدد كبير جداً من المشاكل تدرك تركيا جيداً أنها لن تستطيع أن تحقق المأمول فيها ونتائجها دون أن تكون هناك علاقات جيدة مع مصر علاقات اقتصادية علاقات سياسية مع إدراكها أن مصر مواقفها ضد موقف تركيا في القضايا العادة التالية نعم مصر تدافع عن مصالحها في المنطقة مصر تدافع عن مصالحها في ليبيا مصر تدرك أن ليبيا خط يعني دوار الرئيس نعم خط أمن قيم وأيضاً مصر تدافع عن مصالحها في الغاز في شرق المتوسط في الغاز في شرق المتوسط في ترسيم الحدود في كل الملفات الشائكة الدولة المصرية تدرك جيداً أنها تدافع عن مصالحها وأن موقفها هو الأقوى وهو الأوضح ولذلك نجد أن السياسة المصرية لم تتغير طب سيد محمد أخيرا عايز أسألك عن اقتصاديا ماذا تريد مصر من تركيا طبعا إذا عادت العلاقات ده شيء طيب جدا لابد بقى أن نفكر هل الوضع الاقتصادي التركي مع تردي الليرة التركية ومع الظروف الصعبة اللي بتمر بيها تركيا قبل الكرسة بتاعت الزلزال ومن ساعة الزلزال طبعا تركيا تحتاج إلى إعادة إعمار بأرقام ضخمة صح في دول كتير بتساعدها أوروبية وأمريكية وغيرها لكن هل إحنا يعني نتوقع استثمارات تركية جديدة هل نتوقع سياحة تركية إلى مصر وهي تعتبر جهة منافسة لمصر في هذا الملف إيه تصورنا لما نريده من تركيا من عودة العلاقات تركيا يعني دولة صديقة ودولة كبيرة ودولة بيننا وبينها علاقات اقتصادية إذا كانت هناك يعني شحابة سياسية حدشت في الفترة الأخيرة أدت إلى التراجع الملفات إلا أن الملف الاقتصادي بين مصر وتركيا ظل مستمرا وظل موجود كانت هناك علاقات اقتصادية بين مصر وتركيا على مدار الفترات الماضية ولم تؤثر فيها الملف السياسي وبالتالي تركيا دولة بها نهضة صناعية كبيرة جدا دولة المصرية بها بيئة جاذبة للإستثمار بها سياحة بها ملفات عديدة جدا أعتقد أن التعاون بين مصر وتركيا اقتصاديا يعم بالنفع على الشعبين والخلافات السياسية الحادثة في الفترة الماضية أصرت بشكل كبير جدا على ملفات الاقتصادية بشكل كبير تركيا كانت لها مآرف في ليبيا وأبرمت عدد كبير جدا من الصفقات الاقتصادية والتجارية في ليبيا ورغم أنها كانت باطلة ولم يعترف فيها مجلس النواب الليبي إلا أن تركيا تدرك جيدا أن التعاون مع مصر في الملف الاقتصادي سيعود بالنفع عليها في الملف السياسي ولذلك تجد أن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية للتعامل مع كافة الأزمات بما فيهم التعامل مع تركيا مع قطر مع كل الدول حتى الدول العربية التي كانت بيننا وبينها خلاف في بعض الملفات تعاملت معها مصر باحترافية ولذلك كانت النتائج إيجابية وهناك طبعا تفاوت كبير جدا على مستوى الاستخباراتي بين مصر وتركيا منذ عام هذا التعاون الاستخباراتي كان في كل الملفات واستطاعت المخابرات العامة المصرية أن تقدم رؤية الدولة المصرية وأن تضغط لكسب موقف الدولة المصرية موقف إيجابي تجاه الدولة المصرية ولذلك كانت المفاوضات السياسية بعد هذه المفاوضات التي تمت على مدار عام في كل ملفات فيهم الملف الليبي والملف السوري وغيرهم من الملفات نجحت الدولة المصرية في أن تحدث نقطة إيجابية قوية جدا في موقفها وخاصة المواقف الأخيرة المتسارعة التي وضحت فيها الدولة المصرية أنها مع الإنسانية مع الشعوب مع التعامل الإنساني بعيدا عن ملفات السياسية غردت مصر خارج السرب تغريدا إيجابيا جعل قوة الدولة المصرية تعود بشكل كبير جدا في الملف الخارج